موسيقى زاد أبو علي تملى عطاءة الحسين حياتنا كلها وبركة الحسين التي يحرص محبوه على توزيعها أو تناولها أحدى مظاهر هذه العطاءات الحسينية والأصل في الموضوع هو التوجيهات القرآنية والحديثية حول إطعام الطعام الذي يعتبر من المستحبات الأكيدة التي ندب إليها الشارع المغدس ويتأكد المؤكد أكثر حين يرتبط الإطعام بثواب الإمام الحسين في أيام الإمام حيث يتم طبخ الطعام وتوزيعه في سبيل الله وفي ثواب الحسين عليه السلام وتمارس هذه المراسم بشكلين أحدهم الخاص الذي يمارس في دور المؤمنين ويوزى عادة على الجيران والأقارب والآخر العام وهو ما يقوم في المجالس والحسينيات ويوزى على مرتادية الحسينيات وخاصة في يومي السابع من محرم وهو الذي ارتبط بإحياء ذكرى العباس بن علي حامل لواء الحسين عليه السلام ويوم عاشراء الحسين في مطابخ الحسينيات تجد الكبير والصغير والمنتمين إلى مختلف الوظائف والأعمال تجدهم جميعا يتساوون في ذلك المطبخ ولا يتمايزون إلا بإتغان صنع البركة حيث يتم تقسيم العمل على المتطوعين ليجري بسلاسة منغطعة النظير وصولا إلى لحظة نطج الطعام ثم توزيعه حيث توزع بعض الحسينيات أطنان من اللحوم والأرز في أيام محرم ويكون مصدرها الرئيسي أما الشراء أو هدايا من محبي الحسين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر